قيادة عمليات ديالا من جهتها استنفرت 35 ألف عنصر أمني في المحافظة لتنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات وقال قائد عمليات ديالا مزهر العزاوي إن الخطة تهدف إلى تأمين 466 مركزاً انتخابياً فضلاً عن تأمين طرق مرور الناخبين في عموم مناطق المحافظة العزاوي ذكر أيضاً أن التشكيلات من الجيش والشرطة والوكالات الأمنية تنتشر الآن في مناطق المحافظة وأن الاستنفار سيبقى مستمراً حتى إعلان نتائج الانتخابات الحقيقة بدأت قواتنا الأمنية اليوم بالانتشار بتنفيذ خطة حماية المراكز الانتخابية والانتشار الواسع للقطاعات وحسب الخطة التي رسمت من قبل المراجع قواتنا الأمنية اليوم انتشرت وسنقوم بزيارة وتفتيش هذه المراكز وتواجد القطاعات وأجرينا ممارسات سابقة وقواتنا الأمنية كافية وجاهزة لتأمين عرس انتخابي جميل في يوم 12.05 إن شاء الله